محدد ويبقى العلم دائما نور يستعى والجهل ظلمات تأسير من جهته نظم مدير دار الشباب لبلدية القبة وبمساهمة مجموعة من الطلاب الجماعيين يوما ثقافيا تحسيسيا بمقام الشهيد تخليدا لذكرى يوم العلم المشاركون في هذا اليوم التحسيسي أرادوا إبراز دور القراءة في الأوسط الشبانية وزرع الفكرة في أذهنهم المزيد مع ماصيبا نسري تحسيس الشباب الجزائري بأهمية المطالعة خاصة وأن نسبة المقرؤية في الجزائر جد ضئيلة وفي تراجع مستمر هي أهم أهداف هؤلاء الشباب الجامعيين الذين ارتأوا تنظيم هذه المبادرة كما عملوا على تشكيل سلسلة طويلة من القراءة احتفالا بيوم العلم لدينا هذه المناسبات يوم العلم من أجل زرع فكرة المطالعة كما قلت قبلها قليل وأكيد هذه الفكرة شكر الجزيرة لمدرية الشباب والرياضة لبلدية القبة لساعدتنا كثيرا وعلى مجهوداتها ومجهودات كل الزميلات والزملاء خاصة الذين عملوا ميدانيا طوال أسابيع وهم في الميدان عملوا من أجل إنجاح هذه التظاهرة كما شهدت التظاهرة إقبالا من طرف الشباب الفلسطيني سيما وإن جذور الفكرة التي وقيمت اليوم مستمدة من شهيد فلسطيني تقول أحد الفلسطينيات المشاركات بصراحة تظاهرة رائعة جدا كانت بدايتها في فلسطين عام 2014 عن طريق الشهيد بهاء عليان كان معروف بطموحه وحبه للتظاهرات الثقافية واستشهد نظرا للظروف القهرية في فلسطين يحب ينحرف عن مساره الجهادي السلمي إلى مسلح وكتخليدا لذكرى وتكميلا للهدف الذي بدأه استكملت هنا السلسلة في الجزائر هذا وقد توصلت التظاهر طوال اليوم وتخللتها عدة نشاطات ثقافية